استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق لأغراض التدريب وتقديم الاستشارة التزام واشنطن بدعم العراق تعهدات حملتها زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين غير المعلنة إلى بغداد التي تشهد حراكاً دولياً وأمريكياً خلال الساعات الماضية عبر لقاءات أفود وسفراء وغزراء بمسؤولين في الحكومة عنوان الإشادة بما تعمل عليه الحكومة العراقية على خط إعادة النازحين في مخيمات سورية إلى العراق عنوان حملته كلمة تثمين الجهود الرسمية العراقية التي تحدث بها أوستين في المؤتمر الصحفي عقباً لقاء مع رئيس الوزراء أود أن أتوقف للحظة هنا للإشادة بالجهود المستمرة الجهود المضنية التي تقوم بها الحكومة العراقية لإعادة توطين المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا التأكيد على بقاء القوات العسكرية الأمريكية بدعوة من الحكومة العراقية ودعم البلاد في محاربة الإرهاب أبرز مضامين اللقاء لقاء آخر جمع أوستين برئيس إقليم كردستان عزز رسالة واشنطن التي نطق بها وزير دفاعها بضرورة توطيد العلاقة بين بغداد وأربيل وتنحية الانقسامات والعمل لمصلحة عراق مستقر تمرير رسالة ردع إلى إيران كما وصفها مراقبون لما ندد به أوستين عن تكرار الهجمات من إيران على العراق تغريدة أوستين أكدت سعي واشنطن لاستمرار الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة دعماً لسيادته وأمنه بحسب محللين فإن العلاقة التي تجمع واشنطن بحكومة الإطار التنسيقي تقيم نتائجها بما تنجزه الحكومة في سبيل الحفاظ على تحقيق ما تصب إليه أميركا سيما في ملف النزاع الذي يجمعها مع إيران تحديات صعبة أمام الحكومة في مسك العصى من المنتصف في هذا الصراع المحموم وهو تحدي رآه مراقبون يرتبط بشرعية الحكومة بين المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر